نزعي كحام الإدعاء الأولى في تونس سلمة بكار بش نحكيه معها على الفيلم المتحة الجديد لنفورة قصة وخرج سلمة بكار سيناريو سلمة بكار وإمنا الرميلي سلمة بكار اللي كانت زادة نيبة في المجلس الوطني التأسيسي تحكينا على الفيلم هذي الجديد وتحكينا على سلمة بكار ما بعد حياتة السياسية وتجربتها كنيبة اليوم هل السينما زادة ونجربتها كنيبة يوصل صوت الناس خير وأكثر سلمة بكار مرحبا بيك على موزيك في برنامج ساعة نورتنا مدام سلمة يا عيشك مرحبا بيكم انتوما في داري بماني بالتليفون مرحبا يا لله إن شاء الله توفى هالكورونا ونرجعه في اللايف إن شاء الله سلمة بكار كملت كتابة سيناريو فيلم الجديد باشتراك مع الكاتبة أمنا الرميلي بيانتو تبدأ تحذر للتصوير إن شاء الله إذا كان تعدينا باللجنة وإذا كنتم نحكيو فيه بعد شوية فيلم النافورة أول سؤال يتطرح موضوع الفيلم على شنو يحكي الفيلم خاصة أنه مخرجين عدوا مخرجة كما سلمة بكار كيتخرج فيلم لحقيقة الانتظارات الكبيرة والناس الكل ماذا بها تعرف الموضوع اللي باش تناولوا الفيلم صلى الله الناس كل يخموا كيف حطر أحنا الكبار الكبار في العمر وفي القدار كبير كان ربي كيما يقوله وبرشة الناس واللي هو مستعرفين بنا حطر في اللي جاء مش زميلي وصديقي رضال به هكا العام مش مريس برش قالوا له يزيك أنت كبرت فما طوب ربي فما واحد يكبر على الفن فما الناس من خلو يكبر في الخبرة بالعكس بلاسك أول جان أحنا لجان أخطفك أنا على رأسي وعيني ونخصص أشتر عمري نقري فيهم ونكون فيهم واللي التجيغ اللي بدأوا معايا واللي طوى مخرجين كبار كبار ونا فخورة بهذه الكل آي طوى نرجع فكعلين مهالحكين هذي ميسيل اشتبحلوه القوس مبعد كيف نحكيوه على اللجنة أما هيت نحكيوه على الفيلم الموضوع هو النافورة أصله قبل كان اسمه La Maison Daurie هي فكرة جيتني من وقت اللي أنا نخدم في الجيدة أيها قعدت بين بين زوزحكيات ومبعد عملت الجيدة وقتها أنا نتفكر أول مرة بديتنكتب في السينوبسيس وتختمهم بتاع النافورة وينا نعم في المونتاج جيت هكا ما تعرف فيما المونتاج ثم أخذوا رد ما بين المخرج والشيف ما دام كيه نعطي نربست نهار مشيت في البيرو اللي بجنب وكتبت الحكاية الكل في دقيقة في زوز ورقات ومشيت لها ومشيت في عبلا في الملوخ المنزل هارفو ومشيت في المزي دي وفي بالنسبة لها دعم بي اللي تحب هذا كمش الحكاية تتحكي النافورة الحكاية في الأول هي ديمة حكاية متاع ثلاثة من أعمار مختلفة عندهم حتى عليها ببعضهم يتقابلوا بغ البلو جران دي أزاغ متاع الحياة فيو تيل قديم هل هل في تونس اسمو لميزون دوري كل واحدة منهم عندها ماضي هربة منه وحاضر مالكتلو شحر وتتخرق لحمة ما بينهم هما ومدام جوزيت موليت لو تيل وهذا يالغيسبتونيست اللي هو اسمر فيهم هما يفهم حتى يفهم كان حبه السلوى واحدة من الشخصيات اللي هي بستلعبها أميرة درويش ببعض أنا كيجيت ديما التجربة السياسية رو أنت مقبلة تقولي تقولي سلمة بكار سيئة 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 راح وعندي أنا فما واحدة باركت مع سلمة أكهو دخل بعضها ما بين الحاجتين وما بين سلمة اللي في الفيلم هي أنت معنتها لا لا روما فميش فاصل فيه أنا بينسيخ فيه أنا أفليمي كل فيهم أنا بطريقة غير مباشرة خطر هو حتى الحكايات اللي نحكيهم في سنوات 30 و40 و50 روما فيهم أنا خطر فيهم وجهة نظرة متاعي ولو نحكي على نفخرين ولا نحكي على الجيل أنت عمي أنت خاسمة الوجهة النظر الحركة الطلبية اليسرية هي بترجع ترجع كي تسمع باغتيال محمد الإبراهني ترجع تمشي للباردو وتعود تلقى بقاها متاع سنوات 80 اللي كانت أقرب عام وترجع النظار وبشوية تجلبك شخصيات الاثنين الأخرين ويولي فما مزش ما بين المشاكل الشخصية متاع هنسي والأحداث المؤلمة وفي نف الوقت فاسيونانك قال لي أشنيهم في اعتصام الوقت هذي كدهون 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 نفورة هي نفورة باردو من خير العنوان متاع الفيلم هي نفورة باردو كده يجي مهلي بحث نفورة نسل كل وقت الاعتصام الرحي أنا كنت عدن بيت ونصبح أنا كنت من جملة 60 نايب اللي خرجنا بالمجلة ونرجع وكنت أنا وقتها رئيس بالكتلة الديمقراطية وكنت متواجدة على أي مكان اليوم أنت حكيت على أميرة درويش اسم الأسامي مش يكونوا حاضرين في الفيلم هل الكاستيج بدي ولا السيناريو ككتبته هك خمام في عبيد معينين مش بالنسبة دوار رئيسي ريم رياحي دوار رئيسي وأميرة درويش دوار رئيسي الثاني والدوار رئيسي الثالث الحقيقة ابنية حتى اسمها منيش مستحضرت وخطر أمرها مماثل وجه جديد وجه جديد أمره مماثل بحكت خطرناج مدام سلمة بكار معنا ما نجموش نسألك عليها لخطر معنا كل شيء حاطر حتى من المساعدة مروى بنجميع حتى من الديبوي ما عملت ونعرف كيف حاضري دونك الاشكال في الكورونا ولا الاشكال في لجنة فرز العمين ديما الاشكال احنا احنا الكورونا ديك حاجة تحكم في البلد كل من احنا مش نعمل اكسبسون المشكلة كل مشكلة فلوس السينما راي فلوس اذا كان الوزارة ما تعطينا ش الدعم مناش مش نتاور خاطر فما الدعم تكميل عندي منتج مشترك فرنساوي عندي منتج مشترك تون في اخر ولكن بليش الدعم منتع الوزارة الفيلم ما يتاعم معناتها اذا كان مفهم دعم اليوم مش بتاخذ ماش فراوها فيلم احنا انا غالب احنا عم نحتي جي شدوا بونكارت ويت خديم لوزارة كلوا نحب فيلم النفور ايوه بي معناتها في انتظار المحالة وما زيل ما نظرتش في الحقي فما برش برام افليم احب كلمتين جيش تمام اينا تند قعد سبعت سنة عدو في هاللزنة هذية في السنوات سبعين وثمانية ايوه وقتها كي ذيكرة متاع هاللزنة كانوا يجيونا ثلاثة اربعة اشرة وعشرة اشرة نعطيه زوز فيلم وخنص فيلم اليوم فما مئة واربعين مشروع طلب اكثر كبير مع انت الطلب والقانون اللي يحكم في اللزنة ما تغيرش والكمبوزيزون متاع لزنة ما تغيرش ثم الطاقة بسرية معناتها هالمسكينة اللي بش يدخل في نوعية في نوع ثلاثة نوعية ثم صاريته طويل خيالي والوثيقي والقسي اين اقتراحي اليوم اللي طريقي شاح وانا نقول عليه للوزراء للأصدقاء هو كل وحدة ولي وحدها مش توحدها ثم لجنة ام ويتفرعوا عليها ثلاثة لوجينات كل لوجينة تنظر في نوعية وتعمل كريتير مختلفة على الأخرى خطر ليش كما انت تحكم على ساريته طويل كما وسيقي كما شاريت قاسي معقول جدا ان شاء الله الاقتراح يوصل والوقت دي ما يدهمنا وما الحديث معك شيخ مدام سلمة جوست نختم بسؤيل جوست ما وانت حكيت على هالمقترحات هذوما وغيره اليوم وزار الثقافة بدون وزير معناتها لو اقترح على سلمة بكار هذا المنصب تقبل ولا لي وانت عندك تبركة على رؤية إصلاحات الحقيقة ليه وبرشا مرات كان اسمي مقدم وانا ديما نقول ليه عليش عليش خطر نعتبر روحي انا قبل كل شيء انا مخرجة وفنان ايه ما عندك رؤية بتاع إصلاحات يمكن حد من داخل المجال انا يمكن معناتها كان من غمم كان في الوزارة وفي السينمات وممكن نقول ايه اما الانسان دي ما عندك شوية ممكن تغير رأيك ولا ليه ولا ليه ديع كاتيجوريك مدام سلمة لا إذا كان نهار تكمل النفورة ويعودوا خلولي بعض النفورة ممكن يمكن خمأ ممكن خطر أنا دي جاء ضحيط بثلاثة سنين من عمري وقت اللي كتبت الدستور وكنت الحقيقة متمتعة وفخورة واني ضحيط بيهم ضحيط بيهم من أجل بلادي وهذا حاجة عمري ما ليش نندم عليها جزتما اما اليوم مغشت كل نحب نعمله وبعد نخمه آخر سؤال بسرعة جاوبني مدام سلمة بكار جزتما ونت حكيت على التجربة السياسية متاعك سلمة بكار المخرجة وسلمة بكار نيبة سيبقى في المجلس التأسيسي حسب رأيك أنا هي الطريقة الأقوى لحسب التجربة اللي عاشتها لعكس الواقع وليوصل صوت الناس مع أنتها هالفيلم يفي بالحاجة وإلا ممارسة عمل سياسي عن طريق سلطة تشريعية كما أنت عاشتها أنا هي الأقوى ما سيجعتيني شكون قبل الأقوى اللي أقوى هي السلطة تشريعية هذه حاجة ما فيه الشك ولكن أنا نعتبر زيدا وقتا اللي واحد معنات الفنان يعبر بكل صدق على وجه النظر وعنده تجربة سياسية زيدا من نجم كان ينفع إن شاء الله بركة يسمعوه السياسيين اللي موجودين في الحكم خاطر يظهر لإخر حاجة يخمو فيها هي الثقافة وإحنا نشوفه اليوم في المشيسي شنوها رأيه في الثقافة قطال يقول البربي يجيو زهي ونع زهي والعباد مش في بيلو وإحنا كالفود هو قبل كن والمولو عنده من يسبب ذحكو وإحنا هذيك هي والثقافة ثقافة حاجة أخرى حاجة أخرى تعرفها أنت قدش فيها من أكيد أكيد أربعة سواح نحكي ونحكي ونحكي ونشاء الله مطولا في فرصة أخرى وتجيب أحذين الهوني مدام سلمة بكار ويبدأ شاء الله الفيلم هو أكمل ونكونوا مستفيلين خير ونحب نشكرك برشا برشا على التدخل معنا اليوم في الانتربيو المخجة سلمة بكار ونيباس سيبقى في المجلس التأسيسي يحكينا على فيلم متاحة جديد النافورة ويني تقصد النافورة نفورة باردو في عودة على حديث في علاقة بالاعتسام الرحيل وإن شاء الله أكيد وينفمال جديد نرجع معها على الفيلم دوما يبدأ التوناج شكرا مدام سلمة بكار على التدخل معنا اليوم في الانتربيو اكس بريس